خمسة حالات لفسخ عقد الإيجار القديم والجديد أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ينتظر الملايين من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم مناقشة البرلمان في سنة 2021 أو في العام الجاري حسم العلاقة مع المستأجر وإصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم ويتساءل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية أو التجارية عن الحالات التي يحق فيها المالك أو يحق فيها مالك العقار إخلاء العين المؤجرة وهنا نجيب أن هناك خمسة حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار سواء الإيجار القديم أو الإيجار الجديد وهي كالتالي الحالة الأولى عدم سداد الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر اختار المستأجر بإنظار رسمي ثم الانتظار لمدة خمستاشر يوم لسداد الإيجار فإذا لم يسدد خلال هذا المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف ولكن استقرر عدم السداد مرة أخرى ففي هذا الحالة يجوز فسخ العقد حتى اسقدم المستأجر عزرا أما في القانون الجديد فيستمى إنظار المستأجر ولم يستجيب فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوة قضائية مباشرة لطرده الحالة الثانية هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير بدون موافقة المؤجر ففي القانونين تتم إقامة دعوة قضائية بفسخ التعاقد وإخلاء الطرف الثالث من العين والحالة الثالثة هي الإضرار بالعين المؤجرة مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوة إخلاء بينما في القانون الجديد تتم إقامة دعوة إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقدم بإثبات هذا الضرر للمحكمة أما الحالة الرابعة هي استخدام العين في أعمال منافية للأداب العامة لكن لا بد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائي ثم إقامة دعوة إخلاء وبالنسبة للقانون الجديد تقام دعوة للإخلاء مباشرة الحالة الأخيرة والخامسة هي تغيير الاستخدام بدون موافقة المالك مثل تحويلها إلى شقة سكانية إلى مكتب أو عيادة وفي القانونين يقيم المالك دعوة إخلاء لو عجبك الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد وما تنساش تدعم المقطع بلايك